نحترم البابا لخطابه المميز والمتواضع ولأفكاره أظن أن زيارة البابا ستكون مليئة بالمعاني تجاه بنجلاديش وهو قد يتناول أزمة الروهينجا لا نتوقع سوى أفكار تتناول السلام والتعايش خلال حرب التحرير كنا نريد بنجلاديش عظيمة تحتضن الناس من كل الأعراق والمعتقدات والأديان بما فيها الهندسية والإسلام والبوذية والمسيحية لم أشأ يوما الحصول على امتيازات أو معاملة خاصة أردت فقط مساواتا في الحقوق للجميع خط الحرب للعيش مستقلا لكني أشعر الآن أننا لا نتمتع بالمساوات ترجمة نانسي قنقر